أكد قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تعزيز التزامهم العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وشدد القادة في بيانهم الختمي لقمتهم التي استمرت يوما واحدا على أهمية توسيع دور مركز مبادر التعاون حلف نيتو إسطنبول الذي تم افتتاحه في دولة الكويت عام 2017 وذلك في مجال التعليم والتدريب وأضاف البيان سنستفيد من هذا المركز الأقليمي الموجود في دولة الكويت كمحور مهم للتعليم والتدريب إضافة إلى أنشطة الديبلوماسية العامة وأوضحة سنواصل العمل مع الاتحاد الإفريقي كما سنستمر في تطوير علاقاتنا مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز قدراتنا على معالجة المخاوف الأمنية المشتركة بشكل أفضل